ما هي الأسباب؟ يعني لماذا بعض الأشخاص يصابون بالفتق وأشخاص آخرين لا يصابون به؟ هي الأسباب في سر في كلمة أولي مع الولادة زي ما قلنا أن في حركة نمو ونزول الخصية أو ما يشبهها في الأنثى الحبل المنوي وهنا في حاجة اسمها الرباط المستدير الخصية تنمو أولا في البطن ثم تنزل في مصارها وتنزل الخصية كس الصفن وكأن هناك قناة صغيرة موجودة؟ في قناة موجودة هذه هي اسمها القناة الإربي القناة دي موجودة لها فتحة داخلية وفتحة خارجية ما بينهم فيه اتصال ومش ممكن تكون مغلقة علشان فيه حبل المنوي وفيه أوعيدة موئية وفيه كل شيء هو اللي بيسموه البروسوس فاجيناليس أو النتوء اللي بيكون موجود اللي هو أثناء النمو بتاع الخصية ونزولها في هذا المكان بيظل لم يغلق مفروض مع الولادة أو الطبيعي مع الولادة بيكون أنه هو يغلق برضو مشابه لها الفتء السري مفروض المنطقة اللي بيلتسق بيها الحبل السري بجدار البطن هي دي بعد كده اللي بتبقى السر بعد ما بتربط بكام يوم خلاص بتقفل من الداخل والجزء المتبقي من الحبل السري ده بيسقط لحاله وجدار البطن من الداخل ما بيبقاش فيه أي شيء على عكس اعتقاد الناس يعني أن السرة دي يعني متصل بها أمور مهمة لا وغير متصل بها أي شيء من الداخل أبدا بالمرة إذا متصل بها شيء معناها أنه هو مش طبيعي آه معناها الآن في ظهر السرة أو من الناحية الداخلية هناك المفروض أن تكون ملساء ما في شيء ما في شيء إذا فيها شيء معناها أنها مش طبيعي من ضمن الأشياء المشطبيعية في السرة من الداخل أنه هذه الفتحة لا تغلق فيتكون الفتق السري الأسباب الثانية بقى اللي هي الأسباب المكتسبة اللي يجب أن أي شيء يؤدي إلى زيادة الضغط داخل البطن أو ضعف العضلات آها يعني إما أن يكون السبب داخلي من ناحية زيادة ضغط البطن آه أو أن يكون السبب هو ضعف الجدار ضعف الجدار بشكل واضح هذا الولادات المتكررة زي ما قلنا العمليات الجراحية اللي يمنى الفتق الجراحي الأشخاص مثلا لديهم سمنة ثم سؤالي هو النزول السريع مرة واحدة السمنة في حد ذاتها أحد يعني أسباب حدوث فتح الناس اللي هم عندهم طبعا يعني بشكل يعاني بشكل مستمر الإمساك الاحتباس البول الكحة المزمينة التدخين من الأسباب المهمة في حدوث الفتح لأنه بيضعف برضو العضلات كيف دكتور؟ بإضعاف العضلات النيكوتين بيضعف العضلات النيكوتين مادة النيكوتين تضعف العضلات نعم طيب دكتور الأشخاص الذين أعمالهم شاقة يرفعون أوزان ثقيلة مثلا هل هذا يؤدي إلى حدوث مثلا الفتق؟ هل هو من الأسباب؟ هو لو الموضوع بالتدريق شوية يعني هو متمرس على هذا الموضوع يعني ممكن يستفيد مش يضر يعني معنى هلأشخاص الذين يمارسون مثلا رياضات ثقيلة رياضات الثقيلة رفع الأسقال واللي فيها يعني جهد زائد ده معرض اشتركوا في القناة